مؤتمر بيروت الدولي بالنسخة الـ 26 لأطباء الأسنان ومعنا بي استوديو بروفيسور كارلوس خيرال نقيب أطباء الأسنان في لبنان أهلا وسهلا فيك المؤتمر الـ 26 مؤتمر دولي يعني بضم محاضرين من عدة بلدان وكمان على الحضور من بلدان عديدة كمان تتبقى بيروت مركز يعني برغم من كل شي أكيد عنا نحن حوالة 27 محاضر أجنبي يعني جاي من أوروبا من أمريكا من آسيا في منون وعنا حوالة 60 أو 70 محاضر من لبنان ومن البلدان العربية كمان يجوا يعرضوا كل شي في عندهم اشياء دراسات جديدة وليكتشورز وما شابه المؤتمر من هالنوعة دي مهم بالنسبة للنقابة هذا كتير مهم أول شي مهم للنقابة هو وجه لبنان وهم للبنان يعني اليوم لما تقدر تجيب ناس من بره وفي عنا مشاركين مثل ما قلت قبل في عنا مشاركين من كتير بلدان عربية مجاورة يعني من أهم المؤتمرات بالشرق الأوسط من الناحية العلمية أكيد سورة لبنان سورة النقابة سورة أطباء لبنان بتمشي على كل العالم وده الإفادة لأطباء الأسنان يعني هني بالتحديد رح نشوف من بعد ما نكون عم نستعرض برنامج المؤتمر اللي هو كتير غني وكتير واسح صحيح أنه ثلاثة يام بتصوره المؤتمر 13-15 13-14-15 أكتوبر ولكنه يعني في عدد محاضرين هائل أكيد لأنه نحن عنا أول شي عدة اختصاصات بالسنين في عنا أربع صالات سيملتانيوس اللي بيمشوا فيهم المحاضرات يعني فيه ناس يمكن انترستد بسبشالتي معينة بيحضروا اللي بدهم إيه فيه ناس بشي غيره يعني على طول ماشي بأربع صالات كبيرة ساعتهم من 300 لل700 شخص كل وحدة هادي ماشي سيملتانيوس فيه ووركشوب يعني فيه إشياء تطبيقية فيه لايف ترانسميشن يعني فيهم يحضروا عمليات متنوعة فيهم يحضروا إشياء استيتيك عم تنعمل لايف ترانسميشن وبتكون انتر اكتف مع الشخص اللي عم يعمل العملية كتير إلى إفادة للأطباء غير أنه بياخدوا 15 كريدت بوينت على حضورهم للمؤتمر اللي هي شغلة ضرورية ككونتينيوس إدوكيشن للحكمة تضلوا على مستوى وهذا الشي النقابة بتطلبوه أكيد هذا الشي مطلوب مطلوب بالنقابة وشي ضروري وشي بفيد الحكمة أكيد عم شوفها على كل حال أجواء السنة الماضية كمان والحضور كمان هذا الحفلة الافتتاحة طبعا السنة الماضية وهيدي السالة الكبيرة اللي بتصير كمان سالة محاضرات بتصير حوالي 700 شخص محاضرين فإذا من بلدين عديدة بلدين أجنبية بلدين عربية مزبوط في محاضرين لبنانيين مزبوط في محاضرين لبنانيين أكيد لأنه الأكترية يمكن حوالي 50 واحد من لبنان اللي هني كمان بالجامعات اللبنانية الأكفاء والأكتر أنيفولة يقدروا يعطل نيفول مطلوب يعني متل ما قلتلك قبل هو من أعلى مستوى بالشرق الأوسط فإذا في مواضيع متنوعة كل المواضيع يتتعلق بطب الأسنين رح تكون عم تنترح ما في موضوع معين حبينا هالسنة نعمل كل الاختصاصات يعني حتى الاختصاصات مثل الأورتو دونسي يعني أو التجميل أو البيدو دونسي اللي بس للولاد يكونوا كمان ضمن المؤتمر وكمانا بالمؤتمر فيه بري كونغرس كمانا يعني كمان ببلش بـ 12 الشهر كمانا ورشات عمل متخصص للبيدو للليزر بقى كله يعني جربنا ما نخلي ولا سبيشالتي برا لحتى كل الحكامة يقدروا يلاقوا الشقف اللي بتناسبهم جوة إذن التجميل كمان موجود يعني كل الاختصاصات موجودة وموجودة بحجم يعني مناسب مش أنه محاضرة وحدة أو اثنين يعني بالقليلة في عنده نهار لكل اختصاص غير الاشياء المشتركة مع الغيرها ولنا أنه فيه ورش عمل وأعمال تطبيقية مزهور يعني لأنه كثير مهم الطبيب الأساني أنه عم يشتغل بإيده فيه حرافية كمان بالموضوع ضروري أن تكون موجودة كمان فيه معرض على هامش المؤتمر أكيد فيه معرض للشركات فيه عنا حوالي 60 شركة مشاركة بيحطوا كل شي فيه قصص ماتريال أو اكوبمنت أو شي جديد بنزلوه بيبقى فيه عروضات جمالا للحكمة يعني كمان الحكمة بيستفيدوا من القصص الجديدة بأسعار كمان شوية بروموسيونال وهون فيه أشياء أكيد دايما على تطور دائم إذا عم نحكي عن المعدات أكيد مثل كل شي يعني كل سنة وكل فترة بيطلع أكيد أشياء جديدة بتتحسن الأشياء القديمة دايما تطور مستمر يعني ما فيه شي بيوقف بالطب والاشتراك رمزي هذه شغلة كمان قررنا بمجلس النقاب هالسنة كمان حتى نخفضها يعني بتعرف أن الأسعار عدلا تطلع أطلوع هالسنة بدنا نوصل لأكتر عدد يعني ما يكون العائق المادة مشان هيك لحد آخر الشهر يعني لحد تلاتين تسعة رح يكون الاشتراك بمئة دولار للطبيب يعني بما فيهم الغداء وبما فيهم يعني فعلا شي رمزي بدنا نحن بهمنا نوصل لكل الأطباء يعني أنا ما فيه معي بدي يكلفني يعني هيك اشتراك بهيك مؤتمر بره بيكلف فوق الخمسمائة دولار بقى نحن عاملينه بمئة دولار لحتى نكون أكساسيبل وهذه بس لتلاتين تسعة بعدين أكيد بيزيد السعر هذا اللي بهمنا لحد يتهلق عنا من لبنان ألف وسبعمية وخمسين مشارك طبيب فيه ناس في حكمة أطب من البلدين المجاورة من سوريا من العراق من تونس حتى كمان جايين وأكيد رح نتخطى التارجت اللي حطيناه بالأول اللي هو ألفين طبيب مشارك لأنه كمان فيه تنوع بالمواضيع فأكيد رح يكونوا مهتمين على قيلة بموضوع من المواضيع فإذا رح يكون جير العمل بعدة صالت بنفس الوقت عدة محاضرات ومواضيع مختلفة بنفس الوقت ووركشوب كمان فإذا منرجع نقول أداء أهمية هشي للطبيب اللبناني اللي مطار يروح على الخارج ريحتر مؤتمر بها المستوى أكيد التوفير كتير كبير يعني لقلو يعني ما تنسي تذكر السفر لبرة ما تنسي القتلات ما تنسي الاشتراك لتلك الاشتراك خمس مرات مئة دولار بيصلوا لحده كل شي يعني هي فعلا بتغطي التكلفة يعني النقابة يمكن ما بيهمها تعمل مصاري من القصة أكتر من ما يهمها تقدر توصل لكل حكم أسنان لنقدر نعلل مستوى العام لأطباء الأسنان ما يكمل بأنه النقابة طال بمستوى معين من أطباء الأسنان بلبنان عم تعمل كمان شغلة لحتى تكون عم تساعد هالأطباء اللي حيكونوا على المستوى المطلوب أكيد هذي وجباتنا يعني كأنا قابة هذي أهم شغلة أول شغلة الأساسية يعني قبل ما غير شي طبيعيا كيف التواصل مع الأطباء بالخارج خاصة بالغرب يعني قدي التواصل قريب قدي بيحبوا أنه يكونوا عم يكونوا بي لبنان لعيعته محاضرات من هالنوع كتير مهم كتير مهم وهذي تواصل دائم هذي في إلى دور كمان الجامعات اللبنانية يعني في عنا ثلاث جامعات في لبنان كمان بدرسوا ومهن الطب كمان هذي تواصل دائم لأنه دائما بديك تضلك تعرف شو فيه بره وشو فيه هذي تواصل دائم وقدي نحن قادرين يعني بالخبرة والأبحاث اللي نحن عنا إياها بلبنان نكون كمان عام نفيد بمأن المحاضرين من لبنان كمان بالطبابة بطبابة سنين خسطان ما بيقل أبدا عن المستوى الموجود بأوروبا وبأمريكا وحتى عم قللك الأسعار بلبنان يعني الكلفة على المواطن إذا بديك كمان أقل بكتير من بره لأنه بتعرف كمان الوضع بلبنان كمان بده يكون واحد منطقي فيه بقى مشان هك الكلفة كمان كتير ريزونابل بس على أمل كمان أنه صحة الأسنان تكون داخلة بالضمان الاجتماعي يعني صحة الأسنان منع أقل من أي يعني شبان هلأ هذي الشغلة بتتعلق بصارة بالقصة الضمان وبقصة الدولة شوفية تساهم فيها أكيد إذا بتدخل بتكون إفادة للمواطن وللأطبة لأنه كمان بوضع اقتصادي مثل اللي عايشين ولي موجود بكل العالم يعني مش بس بلبنان بس كمان بلبنان يمكن بمستوى أعلى شوي كمان حيالة مساعدة بتجي بتساعد الكل وبالدورة الاقتصادية كلها بتمشي ب بروفيسور فإذا الاشتراك بعده أكيد مفتوح بعده مفتوح وبيضله مفتوح للآخر بس اللي بيحب يستفيد من السعر المخفض بده قبل 30 شهر يعني في محلات للباركينج في تنظيم كله مسهل كله مسهل ما إله إلا الطبيب يشرف تقدير يستفيد من كل كيف يطللو على البرنامج البرنامج موجود على الويبسايت على الويبسايت طبعا النقابة هلا أكيد دايما فيه تغييرات آخر شي بيتغيروا موجود بس دايما بيقدر يطلع عليه بيقدر يتصل بالنقابة وكلهم بخدمة الأطباء بروفيسور كارس خيرا لنقيب أطباء الأسلام بن بنين أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا وفي هلأ ومنتبع مع واتس كوكينج خليكن معنا